اهلا بكم متابعينا قبل ما نبدأ المسلسل ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد بيبدأ مسلسلنا مع وينوي اللي بيكون في فندق وبيلاقي مراته ميمي جاية تخبط عليه وبيخاف وينوي وبيحاول يعمل نفسه مش موجود في القوضة لكن ميمي بتهدده بكسر الباب اذا ما فتحوش لانها شكة ان فيه واحدة معاه في اللحظة دي بتوصل شنشو محامية ميمي الفندق علشان تتصرف المشكلة وبتطلع اتفاقية طلاق وبتطلب من وينيو انه يفتح لها علشان يمضي الورقة لكن وينيو بيطلب منها تخلي ميمي تمشي الاول وبالفعل بتطلب شنشو من ميمي انها تنزل وهي هتدخل تمضي الورقة وتنزل وراها واول ما بتدخل شنشي القوضة بتلف تدور فيها علشان تتأكد اذا كان معاه حد ولا لا وهنا بتكتشف ان ميمي عندها حق وبيطلع وينيو بيخنها فبتصورها شنشو علشان يبقى معاها اثبات في اللحظة دي بنكتشف ان شنشو تبقى اصلا اخت وينيو الصغيرة لكن هي محامية مراته وموكلة عندها علشان تخلص اجراءات الطلاق وبيفضل وينيو يتحايل عليها انها تساعده يحل المشكلة مع مراته فبتنزل معا شنشو وبيقعودهم التلاتة مع بعض وبتطلب منهم شنشو انهم يمضوا الورقة علشان تلحق تخلص الاجراءات لكن المفاجأة ان محدش فيهم بيرضى وبيطلعوا عايزين يتصلحوا وهنا بتنصحهم تنشو يتكلموا مع بعض ويصفوا اللي بينهم وبتمشي في نفس الوقت بنشوف يانجهاو وهو قاعد مع مامته في البيت واللي بتكون عمالة تقنعه انه لازم يتجوز ويشوف وظيفة وبتفضل تسأله على كل العرائس اللي جابتهاله وليه ما فيش ولا واحدة عجباء وبيقعد يقول في كل واحدة عيب لكن مامة يانجهاو بتكون فهمة هو بيعمل كده ليه لانه مش عايز يسيب البيت ويستقل وبتهددوا انها هتطردوا من البيت اذا ما قابلش العروسة اللي اتفقت له على معاد معاها بالليل وبتقولوا انها بتشتغل محامية في شركة تشانج واسمها ليداي وبترجع شنشو على شغلها واللي بيطلع في مكتب تشانج اكبر مكتب محامة في المدينة وبتتصل بها تشانج وبتطلب رأيها في الفستان اللي هتحضروا علشان حفلة عيد جوازها بالليل وبتسألها تشانج اذا كانت المحامية الجديدة ونفاي اللي تبقى ابنته اخت نقيب المحاميين وصلت لكن شنشو مش بتكون عارفة لسه فبتسأل المساعدة بتاعتها عليها وبتعرف انها وصلت وبتطلب منها تجيب جزها معاها الحفلة وبتقول لها ان من يوم ما تجاوزته من سنتين وهي ما شفتهوش وهنا بتفتكر شنشو يوم ما قدمت في الشغل وكانت اللي جايباها المحامية بيان ووقتها سألت تشينج اذا كانت تشينشو مرتبطة فكذبت بيان عليها وقالت انها متجاوزة لكن جوزها مسافر وبالليل بيكون معاها الحفلة وبتوصل شنشون وبتقدم هدية لتشانج اللي بتقول لها ان في واحدة من الموجودين اسمها لانشو تينج رئيسة جامعين رائضات الاعمال وبتفاهمها انها صاحبة اعمال كبيرة جدا وعندها خبر انها هتغير المستشار القانوني بتاعها وبتقول لها تحاول تثبت نفسها قدامها علشان ياخدوا الصفقة دي وبالفعل بتروح تعرفها على نفسها وبتسيبهم يتكلموا مع بعض في الوقت ده بيوصل يانجهاو الحفلة وبيسأل على المحامية اللي ضاي علشان يقابلها لكن قبل ما يوصل لها بيتفاجئ ان تشينجي بتتعرف عليه وبتقوله انها هتوصله بامراته وطبعا مش بيكون يانجهاو فهم اي حاجة وبتاخده على شنشو بتقول لها ان جوزها رجع من الصفر وبتضطري شنشو انها ترحب بيه وبتعمل انه بالفعل جزها اللي مسافر من سنتين وبتاخده على قوضة علشان تفهمه سبب اللي عملته وبتحكيله عن اليوم اللي قدمت فيه في الشغل وازاي المحامية بيان كينج كده بدع لتشينج وقالت اني شنشو متجوزة وبنعرف ان السبب في كده انهم في الشركة مش بيشغلوا غير المتجوزين وبس وبنرجع لتشينج اللي لسه مهتمة بسيدة الاعمال وبتعرفها على بنت اختها جاو وبتقولها ان هي المسؤولة عن كل حاجة عندها لكن الغريب ان جاو بتقابل تشينجي بطريقة مش كويسة فبتكلم تشينجي المساعد بتاعها شي او وبتطلب منه يعرفها معلومات عن جاو وهنا بتدخل ليداي وبتحاول انها تعرف ايه اللي بيحصل وبيجيب جين جوز تشينجي معلومات عن جاو واللي بتطلع ان تشينجي كانت محامية طليقها واخدت منها تعويض كبير ليه وعشان كده جاو اول معرفتها ما كانتش طيقاها وبتزعلت شينجي جدا لان ده معناه ان الصفقة دي طارت منها لان اكيد جاو هترفض تسلمهم عقد كبير زي ده وهما سبب في التعويض اللي دفعته في نفس الوقت بيطلب يانجهاو من شينشو وانها تعلن انفصالهم لان اللي عملته ده ممكن يضره في المستقبل فبتطلب منه شينشاو مهلت 3 ايام على ما تعرف هتقول الخبر ده ازاي وبتمشي شينشو فبتلاقي قدامها المحامية بيان وهي سايبة مكتبها ورجع بلدها وبتفتكر قد ايه هي كانت ساعدتها وكانت السبب في النجاح اللي وصلت له وبيرجع يانجهاو بيته وبيلاقي مامتو رمياله حكته كلها على السلم بعد ما عرفت انه ما قابلش اللي داي زي ما طلبت منه ومش بتسمع منه اي اعذار ولا بترضى ترد عليه وبيلاقي بابا بعتل رسالة بيقوله انه ساب له فلوس علشان يعرف يأجر قوضة على ما مامتو تهدى وبيسأل بابا يانجهاو مامتو اذا كانت اللي عملته صح لان ممكن يانجهاو ما يرجعش تاني لكن مامتو بتقوله انها عارفة ابنها كويس وانه دلوقتي اكيد في الفندق اللي على الاول الشارع وبالفعل في اللحظة دي بيكون يانجهاو حاجة زقوضة في الفندق ده ومش عارف ينام لانه متعود على بيته تاني يوم بيسحى الصبح بتروح شينشو تقابل تشينجا قبل ما عاد المكتب وبتاخدها تشينجا على مركز لليوجا عرفت ميلان انها بتروح فيه وبتقول لي شينشو ان دي فرصة علشان تقابلها وتقدر تقنعها ان شركتها افضل شركة تمثلها قانونيا وفي نفس الوقت بيكون يانجهاو مع صاحبه في الجيم وبيحكيلو على اللي عملته ممتو معاه فبيقولو ان احسن حلليه يسمع كلامها لان ممتو عنيدة ومش هترجع في كلامها وبنرجع لتشينج اللي بتتصل بلان وبتبلغها انها في مركز اليوجا اللي بتروحه وبتطلب منها يفطروا مع بعض ويتكلموا في الشغل لكن بتفجئها لان انها مش موجودة وان جاو هي اللي مسؤولة عن كل حاجة وفي المكتب بتطلب ليضاي من المحامية واي فاي انها تمسك قضية معينة لكن واي فاي بتعتذر لها وبتقول لها انها مجغولة في قضية المحامية شينشو اللي طلبت منهم معلومات عن جو وهنا بتدي ليضاي الملف الوحدة تانية لكن بيظهر عليها انها تضيقت من واي فاي وبالفعل بتروح زميلة واي فاي وبتقول لها ان ليضاي وشينشو اكبر اتنين بينفسوا بعض في الشركة واللي عملته ده غلط لانه هيخلي ليضاي تحطها في فريق شينشو وبتدخل وفاي اجتماع شينشو اللي عامله مع المساعدين علشان تعرف المعلومات اللي جمعوها عن جو لكن وفاي بتقول معلومات عادية كل اللي موجودين عارفينها فبتحرجها شيشو بتقول لها انها لازم تتعب اكتر من كده اذا كانت عايزة تنجح لان الشغل مش بالوسطة وبعد الاجتماع بتروح شينشو مكتبة شينجو بتبلغها بكل اللي عرفته وبتقول لها ان جو شخصية واضحة ومحتاجة يتعاملوا معها بوضوح وبتوصل جو بيقرضوا عليها طلبهم في منصب المستشار القانوني لكن جو بتكون واخدأ موقف منهم بسبب اللي عملوا معاها في قضية الطلاق وهنا بتتكلم معاها شينشو وبتقدر انها تقنعها ان كل محامي لازم يجيب حق الموكل بتاعه وان الموضوع ما فيش اي حاجة شخصية بينه وبين المحامية وبتوافق جو انهم يمسكوا شغل الجماعيات الخيرية بتاعتهم لكن على شرط وبتفاجئهم انها عايزة ليداي هي اللي تبقى مسؤولة عن العقد بتاعهم مش شينشو وطبعا ما بتصدق تشينج انها اخذت الصفقة وبتوافق على طول وبتدي شينشو اجازة 3 ايام تقضيها مع جزها وبتقول لها ما تزعلش من اللي حصل لكن جو هي الوحيدة اللي من حقها تختار المحامي اللي هيمثلها وبنروح ليانجهاو اللي لسه بيحاول انه يرجع البيت وبيكلم بابا لكن بابا مش بيقدر يعارض مامته في اي قرار بتاخده وبيطلب منه انه ينفذ لها اللي هي عايزها لو عايز يرجع البيت تاني في نفس الوقت بتتصل وي فاي بخطبها المحامي طاو وبتحكيله على اللي حصل معيها في الشغل وبتقوله قد اي شينشو شخصية اسيا وازاي احرجتها وهي لسه بتتعرف على الشغل وبيقفل معيها طاو وبيكمل شغله وبيطلع هو كمان محامي وبيتابع لان من فترة علشان يمسك شغلها لكن بيشوف اخر حفلة راحتها في عيد ميلاد جوزة شانج وبيشوف صورتها مع شينشو وبيظهر عليه انه يعرفها في الوقت ده بتتصل مساعدة شينشو بوفاي وبتطلب منها تجيب معلومات عن لان في السر وبنشوف يانجا هاو وهو بيفتكر كلام شينشو لي وازاي انها عرفت كل المعلومات بتاعته من صفحته واخدت صورة لي وقالت عنه جوزها وبيقرر انه يعمل اعلان يطلب فيه واحدة تمثل انها خطبته اتضممته بعقد المدة سنة في الوقت ده بتاخد مساعدة شينشو المعلومات من ووفاي وبتقول لها ان هي اللي هتقدمها لشينشو الوحدها وبالفعل بتدخل تقول لها اللي عرفته عن لان ومش بتجيب سيرة واي فاي خالص لكن في اللحظة دي بتيجي معلومات جديدة الواي فاي فبتدخل تقولها لشينشو وهنا بتعرف ان هي كمان اشتركت في البحث وبتقول لها ويفو ان لان عندها حفلة بالليل وممكن ترحها لكن لازم يكون معاها جزها وبيجي معاد مقابلة البنت اللي قابلة الاعلان مبارح وبيروح الكافية مع صاحبه علشان يقابلها وهناك بيتفاجئ ان اللي دخل عليه هي الشينشو بنفسها وبتقول له انها شافت الاعلان بتاعه وموافقة تمثل خطبته لمدة سنة لكن يانجهاو بيرفض وبيمشي مع صاحبه وبتطلع شينشو وراه وبتحاول تقنعه انه هما الادنين محتاجين بعض وبتعتذر له انها كدبت وقالت انه جزها من وراه لكن برضو يانجهاو بيرفض وبيطلب منها تمشي وبيوصلوا صاحبه عند الفندوق اللي قاعد فيه فبيطلب منه يانجهاو فلوس لان مش معاه يدفع ثمن الفندوق وبيضطر صاحبه يحول له فلوس لكن بيقوله انه لازم يرجعه تاني لانه هو اصلا مش معه فلوس وهنا بيقرر يانجهاو انه يكلم شينشو لان ما فيش حل قدامه غيرها وبيقابلها تاني يوم وبيتفقوا انهم ياخدوا فرصة ستة شهور يساعدوا فيها بعض وبيمضوا على عقد اتفاق هو يظهر معها كزوجها وقت ما تحتاجه وهي تروح مع الممتو علشان يقنعها انه ارتبط ويقدر يرجع بيته تاني وبيتفق معها انها تروح مع الممتو وبابا على طول وبيفكر يانجهاو ان ممتو لما تشوف شينشو وتلاقيها اكبر منه هترفض وكده يبقى هي اللي رفضت ويتخلص من طلبها لي بالجواز كل شوية لكن لما بيوصلوا بيتفاجئ يانجهاو ان ممتو وفقت على كل حاجة بيقولها وبيحاول يضغط عليها بأي طريقة لدرجة انه بيقول انه مش هيخلف لكن برضو بيلاقي ممتو هادية جدا وموافقة على كل حاجة وبتطلع انها فهمة هو بيعمل ايه وعلشان كده اصدى انها تبوز له ترتباته وهنا بتتدخل شينشو وبتقول ان هي اللي هتشتغل وهتخلي يانجهاو يقعد في البيت وكمان بيتقول انهم هيعودوا في بيتها ومش محتاجين يعودوا عندهم وبتقول ان ما فيش داعي يعملوا فرح وممكن يتجوزوا على طول ومش بتقدر مامة يانجهاو انها تعترض على اي حاجة هم بيقولوها علشان ما تظهرش انهم انتصروا عليها لكن بعد ما بيمشوا بتحاول انها تتصل بيانجهاو اللي بيكون مع شينشو في عربيتها وبتقولوا مايردش عليها علشان تقلق اكتر وبالفعل في الوقت ده بتكون مامته متضايقة وبتقول لبابا ان مش ممكن يتجوز واحدة اكبر منه بست سنين وكمان مش عايزة تخلف وبتدي شينشو ملف اليانجهاو في كل المعلومات اللي قالتها عنه وبتطلب منه يحفظها كويس علشان اذا قابل اي حد تعرفه ما يغلطش قدامه في اللحظة دي بتتصل بيها ليضاي وبتقول لها انها عرفت ان هي عايزة تقابل لان في الحفلة اللي عاملها وبتطلب منها تستسلم لان هي اللي اخدت العقد لكن شينشو بتعمل انها مش سمعيها وبتقفل الموبايل وبتتضايق ليضاي وتقول لتشانج ان اللي بتعمله شينشو غلط فبتطمنها تشانج وبتقول لها ان شينشو تعرف امتى تقف كويس وبنرجع لشينشو اللي بتوصل لفندو اللي في الحفلة وبتحجز قوضة مع يانجهو وبيوصل بعدها طايل واحده من غير خطبته وهنا بتطلع لان بنفسها تستقبله وبتدخل معاه وبتجهز شينشو علشان الحفلة وبيلبس يانجهاو البدلة بتاعته لكن شينشو مش بتعجبها وبتاخده وبتنزل تشتري له واحدة جديدة وبيدخلوا الحفلة وبتقوله شينشو انها عايزة تتكلم مع لان علشان تثبت كفائتها قدامها لان هي حسة انها تظلمت ومأخدتش فرصة في المنافسة مع ليضاي لكن في الوقت ده بيشوف يانجهاو رجل الاعمال بنج مدير مؤسسة يولان واللي بيكون اشهر رجل اقتصاد في المدينة وهنا بيقول لها انها اذا قدرت تتعرف عليه هتقدر توصل للان وبيروح يانجهاو يتعرف عليه وبيتكلم معاه في البورصة والوضع الاقتصادي لكن شينشو بتشوف ياو وهو واقف معاهم فبتتوتر جدا وبينديها يانجهو علشان تتعرف على بنج لكن بتتوتر شينشو جدا وبيحس يانجهو بيها وبيعتذر بنج لانه لازم يقول كلمة في الحفلة وهنا بتنادي لان على ياو وبتعرفوا على شينشو اللي بتقول انهم كانوا مع بعض في الجامعة وبتفتكر ان هي وياو كانوا بيحبوا بعض لكن مامته شافت انها مش من مستواهم ورفضت جوازهم ولما خرج ياو ملاقهاش في البيت وبتروح شينشوه على الحمام وبتحاول انها تجمع افقارها لكن اول ما بتخرج بتلاقي ياو قدامها وبيشدها من ايديها علشان يتكلم معيها فبتسألوا عن سبب وجوده في الحفلة وبتقولوا ان هم اللي كسبوا العقد لكن ياو بيقول لها انه كان فاكرها انها هتكون اكبر محامية في البلد لانها كانت متفوقة جدا ايام الدراسة وكمان كان عندها طموح كبير وما كانش عارف انها تبقى محامية طلاق وبتجري ورا عقد في شركة وهنا بيتدخل يانجهاو فبتستغل شينشو الفرصة وبتمشي معي بسرعة وفي نفس الوقت بترجع ميمي البيت وبتحاول انها تصالح ونيو لكن برضو بتفضل تتكلم معاه عن اخطاءه وازاي هو مش قادر يصلح من نفسه وبنرجع لشينشو وبتقول ليانجهاو عن علاقتها القديمة بياو فبيقول لها انها دلوقتي محتاجة تركز في الهدف اللي جات الحفلة علشانه اصلا فبتسيبه شينشو بتروح على لان علشان تكلمها في الوقت ده بتسمع ميمي ونيو هو بيتكلم مع واحدة في الموبايل فبتروح دخل عليه وبتواجهه وبتتخانق معاه والموضوع بيكبر بينهم فبتروح درباهه مع وراه في دماغه وهنا بيتجنن ونيو من اللي عملته وبيقول لها انه مش ممكن يعيش معاها تاني وانه هيكلم شينشو وهو اللي عايز يطلقها وبيمشي وبتقاد شينشو تتكلم مع لان وبتقول لها انها حست بالظلم من جاو لانها اختارت لي ضاي من غير ما تقارن بينهم وبتطلب منها فرصة تثبت نفسها وكفائتها لكن لان بتقول لها ان كل حاجة دلوقتي هي سبتها في ايد جاو وبتفهمها ان ماينفعش تدخل في اختياراتها وبتطلب منها تتقبل الواقع ويتحاول تحسن من نفسها وبيطلع يوم تابع كل اللي بيحصل وبيعوم معاها وبيقول لها انها احرجت نفسها وهنا بيجي يانجهاو ومع طبق لحمة وبيحطه قدام شينشو لكن يوم بيقوله ان غريبة قوي يكون جزها ومش عارف زوقها في الاكل فبتروح شينشاو واكلة من الطبق وبتقوله انها غيرت زوقها لكن الحقيقة بتطلع اكتر من مجرد زوق لان شينشو عم ده حساسية من اللحوم وبترجع الاوضة وجسمها كله حساسية وسخنة جدا وبيقول لها يانجهاو انها انفعلية جدا وده سبب المشاكل اللي بتقع فيها وان اكبر دليل على كلامه انها ضيعت فرصتها في الكلام مع بانج لما شافت ياو واقف معاه وبيفهمها انها اذا محتاجة توصل لهدفها لازم تتحكم في مفعلاتها اكتر من كده فبتطلب منه شينشو انه ينزل يجيب لها دول الحساسية من عندها في العربية وبالفعل بياخد يانجهاو المفتاح وبينزل يدور على الدوة لكن اول ما بينزل بتكون فيه موظفة من الفندق رايحة لشينشو بالدوة وبيفضل يانجهاو يدور على الدوة في العربية ومش بيلاقيه لكن بيفتكر لما شينشو كانت بتجيب اوراق من شنطة العربية وانه وقتها شافوا فيها وفعلا بيلاقي الدوة لكن بيكتشف ان صلاحياته انتهت من فترة فبيسأل واحدة من الموظفين عن صيدلية قريبة في نفس الوقت بيكون ياو صهران في كفيف الفندق وبيفتكر بعد ما ثابته شينشو وقد ايه كان زعلان ومكتئب وقعت في البيت وفي يوم بيجيله طرد منها وبيلاقيها باعتاله كل حاجته فيه وكمان خاتم الجواز وبتبلغوا ان اخوها يتواصل معاه علشان يخلص كل حاجة وبيقرر ياو انه يسيب البلد ويسافر بعد اللي حصل وبيفضل لاخر وقت يحاول انه يتصل بيها لكن شينشو بترفو تكلمه او حتى ترد على رسيله في اللحظة دي بيشوف يانج هاو هو راجع فبينادي عليه وبيطلب منه يعب معاه وبيسأله متجوز من شينشو بقاله قد ايه فبيقوله انهم متجوزين من سنتين وهنا بيسأله ياو ازاي كل الفترة دي مع بعض وما يعرفش انه عندها حساسية من اللحوم وبيقوله انه فيه دواء حساسية في عربيتها كان جايبه لها اخر مرة شافها فيه لكن يانج بيقوله ان الدواء اكيد صلاحياته خلصت زيه بالزب وبيقوله انه عرف من شينشو انه هي اللي ثابته وانه واضح انه مش قادر يتخطى الموضوع ده وبيسيبه وبيمشي ولما بيرجع الاوضة بيتفاجئ ان شينشو نيمة وكمان بيلاقي علب الدواء عندها وبيستغرب جدا ازاي جالها الدواء ده وبيحاول انه ينام لكن مش بيقدر لانه مش متعود ينام وفيه حد في الاوضة فبينزل على العربية وبينام فيها في الوقت ده بيكون وينيو سهران في كافية واحد صاحبه ومعاه بنات كتير وبتوصل رسالة الميمي بسحب مبلغ كبير من الفيزا بتاعتها لدفع الفاتورة تاني يوم بتنزل شينشو وبتلاقي يانجهو نيم في العربية وبتقوله انه حد لطيف جدا علشان مرضاش يعمل لها اي ازعاج وهي مش عارفة انه هي اللي عملت له ازعاج علشان كده ساب لها الاوضة لوحدها في الوقت ده بيكون ياو مع المساعدة بتاعته بيشوف القوضة اللي نازل فيه بانج لكن الغريب انه بيلاقيها فضية وبيعرف انه ماشى بدري واكيد بسبب حاجة وبنروح لشينشو هي في العربية وبتفكر في السبب اللي يقل ياو يحضر الحفلة وهو اصلا مش بيحب التجمعات وبنشوف ميميو هي ركبة عربيتها ورايحة على الكافية اللي فيه وينهو وبتكلم شينشو بتقول لها انها رايحة تقتله وبتطلب منها تروح لها على هناك وهنا بتروح شينشو سيئة العربية بكل سرعتها علشان تلحقها وبتوصل ينجهو قدام الفندق بتاعه وبتسيبه وهو مش قادر يقف من اللي عملته فيه وبتمشي وبتنسى تنزله حكته من العربية في اللحظة دي بتكون ميميو وصلت الكافية وبتصور وينويو هو مع البنات وبيحاول يطلع صاحبه انه بريء ومعملش حاجة وبيقول لها انه هيشهد معاه وهنا بتشوف ميميو المشروب اللي قدمه له وسحب من الفيزا بتاعتها حسابه وبتقوله انها هتبلغ عنه انه بيبيع مشروبات مخشوشة وبيحاول صاحب الكافية انه يتفاهم معاه لكن هنا بتوصل شينشو وبتقوله انها عارفة كل السجل الإجرامي بتاعه وبتجيب له تاريخه كله من اول مكان بيبيع الامتحانات لزميله لغاية مفاتح كافية وبيبيع حاجات مخشوشة وبتقوله انه لازم يرجع الفلوس اللي سحبها من الفيزا وإلا هتقدم فيه بلاغ رسمي وبتنزل مع ميمي علشان يمشو لكن قبل ما بيمشو بتروح ميمي مكسره للمكان في الوقت ده بيكون ينجهه في الفندق وبيتفاجئ ان بابا ومامته بيكلموه وبيطلبوا منه يروح يتغدى معهم أخيرا وبتروح شينشو تتغدى مع ميمي وبتقولها ان طريقتها مع أخوها هي اللي غلط وبتفهمها انها لازم تغير طريقتها معاه وتبطل الغيرة دي لان هي السبب في كل المشاكل اللي بينهم وبيروح ينجهه على بيت مامته على طول وبياكل وبيقول لها انه افتقد الأكل بتاعها اليومين اللي فاته وبيكون فاكر انها هتطلب منه يرجع او على الاقل يسيب شينشو لانها مش مناسبة لي لكن بيتفاجئ انها جايباله أسام الفنادق والأسعار بتاعتها علشان يعملوا فرح وبتقوله انها شايفة ان مش من حقها تتدخل في اختياره وانها موافقة على شينشو وبيروح ينجهه يحكي لصاحبه اللي ممت عملته وبيضحك صاحبه عليه لكن بيطلب منه فلوس اللي استلفها منه في نفس الوقت بتكون شينشو قعدة في مكتبها بتفكر في كلام ياو وازاي سألها عن سبب وجودها في الحفلة واتهمها انها بترأيب بانج ولان وهنا بتشك ان في قضية كبيرة غير موضوع المستشار القانوني في اللحظة دي بيتصل بيها ينجهه وبيطلب منها حكته اللي نساها معاها بتعتذره انها اخدت هدوم ومشت وبتقوله انها هترجعها له لكن في الوقت ده بتفتكر انه كان بيتكلم عن مؤسسة لوان بتاعت بانج وقال ان عندها مشكلة في البورصة او مشكلة اقتصادية وبتقوله انها شكة في حاجة من ناحية الشركة وهنا بيساعدها ينجهه انها تشوف موقع الشركة على النت وبيقول لها ان التصميم بتاعها بيوحي انها في شراكة مع شركة دولية كبيرة لكن الحقيقة ان الشركة دي ما عندهاش اي فروع في بلدهم وده ملهوش غير معنى واحد وهو انهم بيضللوا المستثمرين وهنا بتروح شينشو متصلة بشي اوه وبتسأله اذا كانوا مشوا العقد ما بينه وما بين جامعية لان ولا لسه فبيقول لها انه بيجهزوا علشان يدي اللي يضاي علشان تمشيه مني تشينج لكن شينشو بتطلب منه يعطل العقد شوية لانها عندها سبب مهم وهتبلغوا بيه بعدين وبتفضل شينشو طول اليوم تدور على معلومات عن شركة بانج وبتساعدها وافاي وبتطلب منها محدش يعرف حاجة عن اللي بيعملوه وطول الوقت ده بتكون ليداي مستنية العقد علشان تدي لتشينج تمضيه لكن اتشاقوه بيتهرب منها علشان يضيع الوقت لغاية ما بيعدي اليوم وبتاخد ليداي العقد وبتروح تدور على تشينج لكن بتلاقيها مشت وبتنزل تدور عليها لكن مش بتلحقها وبتمشي تشينج ومش بتمضي العقد وبتفضل شينشو وتفكر مع واي فاي ازاي الحاجة اللي ممكن تكون غلط في شركة بانج لكن مش بتوصل لحاجة وبتعرف ان الوقت تأخر وده معادل عشاء اللي مفروض تحضره عند باباها فبتطلب من وفاي تشيل كل الاوراق وتقفل المكتب وتمشي في الوقت ده بيتصل ياو بواي فاي وبيطلب منها تتعشى معاه لكن وفاي بتعتذرله لانها تعبانة من الشغل طول اليوم وبتوصل شينشو لبيت باباها وقت العشاء وبيوصل بعدها على طول ونيو وبيفضلهم ما اللي اتنين يتخنقوا مع بعض لانه شايف انها بتساعد ميمي عليه لكن باباهم بيقولهم انه جايبهم علشان يتفقوا على عيد ميلاد بابا مش علشان المشاكل اللي بينهم وبيطلب من ونيو انه يتعامل مع ميمي بطريقة احسن من كده ويبطل يعرف بنات عليها في الوقت ده في الوقت ده بتنزل وفاي علشان تروح فبتلاقي يوم استنيها وجايب لها اكل معاه وبتقاط في العربية تاكل وهي بتحكيله على شينشو وازاي انها كانت فهمها غلط لكن طلعت حد كويس وشاطر جدا في شغله وبتسأله اذا كان يعرفها لانه من نفس السن تقريبا فبيقولها انها كانت معا في الكلية لكن مش بيقولها على العلاقة اللي بينهم وبتكون شينشو بتدرس القضايا بتاعتها وبيتصل بيها ينجهاو وبيسألها عن الحاجة بتاعته فبتقوله انها نست المعاد اللي بينهم وبتطلب منه يجي لها البيت ياخدهم وبالفعل بيروح ينجهاو على طول على بيتها واللي بيكون متبهدل خالص وكل حاجة مرمية في مكان وبيشوف انها بتحاول تفهم سوق البورصة واسهم شركة بانج فبيقولها ان ممكن يساعدها لان دي شغلته وبيصهر طول الليل يشوف البيانات اللي معيها علشان يطلع منها بمعلومات مهمة لدرجة ان شينشو بتنام وبيفضل هو شغال تاني يوم بقى بيكون ينجهاو خلص كل حاجة وكمان رتب البيت وبيحاول ياخد صورة مع الشين وهي نيمة علشان يبعطها الممتو ويثبت لها انه عايش مع شينشو لكن شينشو بتصحى وبتسأله بيعمل ايه فبيقول لها انه عايز ممتو تعرف انه عايش معاها وسعيد جدا فبتدخل تجهز علشان تنزل الشغل وبتتصور معاه قبل ما تمشي وبتقوله انه ممكن يقعد معاها في البيت بالفعل لان عندها قوضة فاضية لكن بتطلع القوضة كلها اوراق وحاجات كتير جدا وبتمشي شينشو معاها كل الاوراق اللي جهزها لها يانجهاو بالليل وبيفضل يانجهاو يرتب البيت وبيزبط كل حاجة بشكل ممتاز علشان يقدر يعيش فيه وبتوصل شينشو للمكتب وبتواري الورق كله لتشينج علشان تقنعها ما تمضيش العقد لكن للأسف تشينجي بتقول لها ان العقد خلاصت مضى وكمان اتبعت لشركة يولان وهنا بتتصل شينشو بسرعة بوفاي وبتطلب منها تلغي ارسال العقد لكن ووفاي في اللحظة دي مش بتكون في المكتب فبتقول لها انها هتحاول وبتبعد شينشو رسالة لكل اللي شغالين في المكتب علشان يمنعوا وصول العقد وبتوصل واي فاي المكتب وبتقدر تجيب وصل الجواب اللي اتبعت به العقد وبتتصل بالشركة وبتلغي ارسال العقد وبتطمن شينشو وبتسألها تشينجي تاني عن صحة المعلومات اللي جابتها عن شركة يولان لان دي اوراق بتثبت انها بتنصب على المستثمرين وفي اللحظة دي بتوصل ليداي بتطلب من تشينجي ما تسمعش كلام شينشو وبتحاول تقنق تشينجي بكل الطرق انها ما تلغيش ارسال العقد وبتتهم شينشو انها بتعمل كده علشان شركة يولان اختارتها هي بدلها لكن شينشو بتوريها المعلومات اللي يانجهاي جمعها عن الشركة وهنا بتتصدم ليداي ومش بتقدر تتكلم وفي الوقت ده بتكلمت شينجي جوزها جين اللي بيكون رايحة على المطار وبتقوله اللي عرفته وللأسف بتبلغه انها استصمرت مبلغ كبير في شركة يولان من غير ما تقوله وهنا بيضطر جين انه يلغي الصفر وبيقول لها انه راجع على طول في نفس الوقت بيكون يانجهاي وقاعد مع مجموعة ناس كبار في السن وفجأة واحد منهم بيقول ان ابنه اشتراله منتج طبي تابع لشركة يولان ريحه جبا وبنرجع لجين اللي راجع على المكتب وكان بيراجع المستندات وبتقول لضاي ان العقد فيه قطعة ارض ضمان لأي مشكلة مادية لكن شينجو بتقولها انه ممكن تكون قيمة الارض مش مناسبة لقيمة الديون وبالتالي مكتبهم هيكون مضطر انه يدفع التعوضات بدل الشركة لانه ضامن قانوني لهم وهنا بيتصل جينبير المساعدة بتاعته علشان يعرف قيمة الارض الحقيقية لكن المفاجأة انها بتطلع متقدمة كمان في اكتر من مشروع وده معناه ان ملهاش قيمة خالص في الوقت ده بيطلب جين من شينشو انها تتصل بيانجهو وتأكد عليه ما تقولش اللي عرفه لأي حد لغاية ما يتصرفه لكن في اللحظة دي بيكون يانجهاو بيحذر الناس اللي قاعد معاه من الاستثمار في شركة يولان وهنا بتتصل بيشيشو وبتطلب منه ما يقولش اي تفاصيل عن الشركة فبيضطر يانجهاو انه يعتذر عن اي معلومات عن الموضوع وبنروح لتشينج اللي بتتصل بلان وبتطلب منها تتراجع عن الاستثمار وبتقول لها انها اشتركت معاها من غير ما تبلغ جوزها لكن اكتشفت انه محتاج حاجة ضروري ومحتاج علشانها فلوس فبتقول لها لان انها هترجع لها الفلوس بتاعتها بس بعد يومين لان بانج شركها مش موجود دلوقتي في الوقت ده بتكون ليضاي مش مصدقة اللي حصل لها وازاي خسرت عقد زي ده وبيطلع شيء وبيسألها زعلانة ليه فبتاخده بعيد وبتحكيله بكل اللي حصل وبتقوله عن شركة يولان وازاي بتنصب على الناس لكن الموضوع لسه محدش كشفه فبينصحش يقو انها تهدي اعصبها لانها مركزة كل اهتماماتها على الشغل وده مسبب لها ضغط عصبي وبتسمع لإضاءة النصيحة وبتدخل مكتبها وبتحاول تهدي اعصبها في الوقت ده بقى بتتصل بيها صاحبة مكتب العرائس وبتعتذر لها عن اللي حصل من اخر عريس بعطوه وانه مجاش في المعاد وبتطلق منها تدي لهم فرصة تانية وبتقول لها انها تبعت لها صورته علشان لما يجي لها في المعاد تعرفوا على طول لكن اول ما بتبعت لها الصورة والاسم بتحس اللي داي انها تعرفوا قبل كده وبتفتكر كلام شنشو في الاجتماع عن جزها اللي جاب المعلومات دي في اللحظة دي بتدخل شنشو عليها وبتقول لها انتشينج طلباهم في مكتبها وبيطلع المكتب لكن بيتفاجئوا انه كل الموظفين مشغولين بطريقة غريبة ولما بيدخلوا جين بيقولهم ان في حد صرب معلومات عن شركة يولان وان اللي حصل دا من واحدة فيهم لانه هم بس اللي يعرفوا وهنا بتقول شنشو انها ما طلعتش من المكتب خالص ويقدروا يتأكدوا من الكاميرات لكن اللي داي مش بتقدر تنكر انها تكلمت مع شيئوه لكن مش بتقول الحقيقة وبتقول انه كان بين صحة تتجاوز وتشوف حياتها الشخصية لما لقاها زعلانة لان العقد بتاعها وقف فبتقول تشانج انهم هيراجعوا كاميرات المرأبة ولازم يعرفوا مين اللي صر بالخبر ده وبتطلع شنشوه مع لي داي وبتقول لها ان الافضل لي هتلحق تكلم شيئوه وتحذره وبالفعل بتجري لي داي علشان تتصل بشيئوه وتحذره يعترف ان هي اللي بلغته وفي نفس الوقت بيكون يانجهاو في الطريق للبيت وبتتصل بي مامتو وبتقول انه هوا وشنشوه مش مناسبين ابدا لبعض وبتطلب منه يروح تاني معاد المقابلة اللي اتفقيت له عليه وما رحش لكن يانجوه بيرفض وبيقول ل مامتو انه ماينفعش يكون مرتبب وحدة ويروح يقابل وحدة تانية وفي مكتب شنشوه بتجيب لها وفاي او رق خاصة بقضية عندهم وبتسألها عن علاقتها بياه والمحامي واذا كانت تعرفه فبتقول لها شنشوه انه كان معاها في الجامعة وكانوا مشتركين في الانشطة مع بعض وهنا بتتفاجئ وفاي لان يوما قالهاش كده فبتسألها شنشوه تعرف يومين فبتقول لها وفاي انها تعرف خطبته لانها بنت رجل اعمال مشهور ومش بتقول لها ان هي تبقى البنت دي في نفس الوقت بتكون ميمي رايحة على بيت شنشوه علشان تصهر معاها وبتتصل بيها تبلغها لكن شنشوه مش بتركز ان يانجهاو هناك وبتوصل ميمي البيت وبتكون تطلع معا يانجهاو في الأسانسير فبتبعت لشنشوه تسألها عنه وهنا بتفتكر شنشوه وبتنزل جاريا على البيت علشان تلحقه وبنرجع لليداي اللي بتكون قاعدة مع شيقوه بتفكر ازاي تشوف صورة لشنشوه مع جزهة لانها بتكون شكة انه هو نفس الشخص اللي مفروض تقابله فبيقول لها الشيقوه ان في صورة ليهم على مكتبها وهنا بتروح ليداي بصورة على مكتب شنشوه لكن بتلاقيه مقفول وبتوصل شنشو البيت وبتاخد يانجهاو على القوضة علشان تعرف منه قال ايه لكن يانجهاو بيطلع زكي بيقول لها انه عرف انه صحبتها الانتيم لان معاها بصورد الدخول وعشان كده ما قالتش انه جزهة زي ما هي معرفاهم في الشغل ولكن قال انهم بيحبوا بعض وبيطلعوا يعودوا مع ميمي اللي بتفضل تسأل عن علاقتهم وازاي قدروا يخبوا طول الفترة اللي فاتت وبيقضوا الليل كله مع بعض وبيتعشوا وهنا بتطلب شنشوه من يانجهاو انه ينزل يجيب حاجات يصلح بيها مصورة المياه لانها بوزت وبترجع تقعد مع ميمي اللي بتفضل تحكي لها عن اخوها واللي عملوا معيها وتعيط وفي نفس الوقت بيكون يقاو نايم في مكتبه من كتر الشغل وبتتصل بي ويفاي تتطمن عليه فبيصحى من النوم وبينزل علشان يرجع على بيته وبتقول ويفاي اني شنشو سألتها عليه لكن برضو يومش بيقول لها عن الحقيقة بتاعة علاقتهم وبيروح طالع على بيت شنشو وبيفتكر انه هو اللي اجر الشقة دي ليهم علشان يتجوزوا فيها وهنا بيشوف يانجهاو هو راجع وما حاجات تصليح المواسير فبيقولوا ان الحاجات اللي جايبها مش كفاية وبيقولوا انه كان عايش هنا قبل منه لكن يانجهاو مش بيهتم بكلامه وبيسيبه وبيمشي وهنا بيلاقي ميمي ماشية من عندهم وبتطلب منه ياخد باله من شنشو وبيدخل يلاقي شنشو نيمة لكن فجأة بتطلع وهي نيمة وعايزة تروح الشغل وبيضطر يانجهاو انه يرجعها القوضة وينام قدام الباب علشان ما تنزلش وتاني يوم لما بتفوق بتعرف منه اللي حصل فبتقولوا انها اوقات بتمشي وهي نيمة وبتكون عايزة تروح للمكتب وبتجاز علشان تروح شغلها وبتقولوا انها تغير بالباسورد بتاع الباب وعشان ميمي ما تدخلش تاني وهي مش موجودة وفي الوقت ده بتكون مامة يانجهاو بتحاول توصل للمكتب اللي شنشو بتشتغل فيه وبتوصل جاو بنتو اختلان لمكتب تشينج علشان تسوي معاهم مسألة العقد وبتوصل شنشو بتقول لتشانج تتطمن وهي هتتصرف في كل حاجة وبتقابل تشانج جاو ومحامي الشركة الجديد وبترحب بيهم لكن الغريب ان شنشو بتطلب من واحد من المحاميين الصغيرين في المكتب يفضل موجود وبتعتذر تشينج جاو عن سوق التفاهم اللي حصل ما بينهم لكن جاو بترفض اي اتصالح وبتقول لها ان فيه اشاعات خرجت من المكتب بتاعهم عن شركتهم وان الكلام ده ضر سمعة شركة يولان وانها مش هتسكت وهنا بتقول لها شنشو انهم عملوا تحقيق في المكتب وعرفوا مين اللي طلع المعلومات دي وبتوريهم صورة للكاميرات المرأبة بيظهر فيها المحامي الصغير وهو بيكلم حد في التليفون وطبعا الكاميرات من غير صوت فبينكر المحامي ان المكالمة كانت بخصوص شركة يولان لكن شنشو بتقول انها ودت الفيديو لخبير السم والبوكم وعرفت من حركة الشفاية في محتوى المكالمة وبتقول انه هو اللي طلع الاشاعات بخصوص شركة يولان وانهم قرروا يفصلوا من الشركة عقابا لي لكن جاو مش بتقبل بالعقاب ده وبتقول لها انه صمعتهم اضرت وبترجع لهم الشيك بتاعهم وبتقول ان لان رفضت تخصم الشرط الجزائي منهم لانهما اللي فسخوا العقد لكن هي هتاخد ضدهم كل الاجراءات القانونية علشان صمعت شركتها واول ما بتمشي مش بتصدقت شنجي نفسها من الفرحة لانها اخيرا رجعت فلوسها وبتشكر شنشو على مساعدتها ليها وبتسألها ازاي عرفت اللي حصل وبتحكي لها شنشو انها شافت في كاميرات المرأبة المحامدة وهو واقف بيسمع ليداي وشيقوه وعرفت انها اكيد كانت بتقول لشيقوه كل اللي عرفوه وبالتالي هو سمع كل حاجة ورح متصل بحد خارج المكتب وانبلغوا بالمعلومات دي على طول وبتسألها تشانجي عن المكافأة اللي هي عايزاها وهنا بتقول لها شنشو انها عندها امل بعد السنين دي كلها تكون شريكة في المكتب فبتقول لها تشانجي انها تعمل حفلة كبيرة بمناسبة نجاحهم وبتطلب منها تجيب يانجها ومعيها وبتوعدوا منهم هيتكلموا في الموضوع ده في اللحظة دي بتستغلي شنشو الفرصة وبتقول ان يانجو هو قرب يسافر تاني فبتقول لها تشانجي انها لازم تشوف له شغلة عندهم علشان ما يقضيش طول الوقت في الصفر وهنا بتفتكر شنشو وقت ما كانت بتقدم في الشغل زمان وكان كل المكاتب بيرفضوها اول ما يعرفوا انها مش متجوزة وكل ده علشان بيكونوا متأكدين انها بعد فترة هتتشغل بالخطوبة والجواز وهتهمل شغلها لكن اللي بتكون متجوزة بتبقى خلاص حياتها مستقرة وكل الموضوع ده ما كلفهاش غير دبلة المحامية بيانت دتها لها تلبسها في المقابلة وبنروح لليضاي اللي بتكون خايفة متوترة من بعد ما عرفت ان محامي من عندهم طلع المعلومة دي وبتروح تتكلم مع شوقو وبتسأله اذا كان حد تكلمه في حاجة فبيقول لها ان ما فيش جليل عليهم في شيء وبيطلب منها تهدى علشان ما تلفتش الانظر ليهم لكن لما لليضاي بترجع مكتبها بتلاقي فلاشة مستنيها وعليها الفيديو اللي متاخد من الكاميرا وهي بتتكلم مع شوقو في الوقت ده بتتصل بيها صاحبة مكتب العرائس وبتعتذر لها عن المعاد وبتعادها انها هتشوف لها واحد تاني لان العريس ده اعتذر وهنا بتسألها ليضاي اذا كان ممكن حد يقدم عندها ويكتب في معلوماته الشخصية لكن صاحبة المكتب بتأكد لها انها بتدور في اوراق وبيانات اي حد كويس جدا قبل ما تبعت له العروسة وفي اللحظة دي بتقرر ليدي انها تدور تاني وراء شيشون وبتروح على مكتبها علشان تشوف الصورة بتاعتها مع جزها لكن شينشو بتوصل وبتسألها عن سبب وجودها عندها فبتقول لها انها عايزة تشكرها علشان اهتمت بموضوع يولان وإلا كان المكتب هيقع في مشكلة كبيرة وبتروح موقع على الصورة بتاعتها علشان تشوفها لكن بتتفاجئ ان شيشون غيرت الصورة وحتى صورة لوحدها ومش بتستسلم ليضاي وبتحاول انها تعمل عزومة عشا وتازم المكتب كله وطبعا المفروض شيشو تيجي بجزها الحفلة لكن بتتفاجئ ان كل المكتب معزوم أصلا وفي الوقت ده بيرجع ينجهه بيته علشان ياخد باقي حكته وبيطلب منه بابا يفكر كويس في الموضوع ده وبيقوله ان مامته كل قصدها كان ساعدته مش أكتر في نفس الوقت بتكون مامته أصلا وصلت للمكتب اللي هي بتشتغل فيه وبتطلب من السكرتيرا انها تقابلها لكن السكرتيرا بترفض وبتقول لها لازم معايد الأول وطبعا مش بتقتنع مامته وبتصر انها تقابلها وهنا بتسمعها ليضاي وبتطلع تاخدها علشان تعد معها في نفس الوقت بيكون جل زميلها المحاميين بيتغدوا مع بعض موناسبة نجاح شينشو لكن بتسأل ويفاي عليها لانها مش موجودة فبتعرف انها رجعت على المكتب وبنرجع لليضاي وهي قاعدة مع مام تيانج هاو وبتحاول انها تعرف منها اي معلومات عن ابنها وبتوريها صورته علشان تتأكد اذا كان هو العريس اللي جالها ولا تشابه اسماء وهنا مامته بتقول لها انه هو بالفعل ابنها لكن قبل ما تكمل كلامها بتوصل شينشو وبتقلع الجزمة وبتجري علشان تلحقهم وبالفعل بتوصل وبتقدر انها تلحق الموضوع وبتدخل مامة يانج هاو على ريسبشن استقبال العملاء وبتسألها عن سبب زيارتها في شغلها بالشكل ده فبتقول لها مامته انها عايزة تتكلم معيها بخصوص ابنها وبتقول لها انها عارفة انهم بيكذبوا عليها وما فيش بينهم حاجة لانها فهم ابنها كويس لكن في اللحظة دي بيوصل يانج هاو بيقول لها انه بيحب شينشو هيتجوزها وبياخد مامته علشان يوصلها وبيوعدها انه هيروحها البيت ويتكلم معيها وقبل ما تمشي بتطلب منها شينشو انها ما تجيش مكان شغلها تاني وبتنفعل مامة يانج هاو بتقول لها انها حتى اذا هي طلبت منها تيجي مش ممكن تجي لها وبينزل يانج هاو يركب مامته العربية وبيقول لها انه هيبقى يروح لها البيت يتفاهم معيها وبنرجع على مكتب شينشو وبيروح شايلها لغاية مكتبها وبيوقف كل اللي في المكتب يتفرجوا وهم حاسين قدقي شينشون محظوظة بزوج زيدة وفي المكتب اللي جنبها بتكون ليضاي بتحاول تسمع اي حاجة بيقولوها لكن شينشو بتكون حذرة جدا وبتفاهم يانج هاو انه ما يقولش اي حاجة ومش بتقدر تفهم ازاي يانج هاو مقدمة على طلب عروسة وهو اصلا متجوز وبتفضل تفكر شوية في الموضوع ده وهنا بتوصل لحاجة واحدة وهي ان شينشو تكون كدابة واذا قدرت انها تثبت حاجة زي دي هتقدر انها تقضي عليها ومش هيكون ليها اي منافس في المكتب في الوقت ده بيكون وينيو اخو شينشو وصهران مع واحدة صاحبته بعد ما اتفق مع امراته انه يطلقها وبياخدها على مطعم فخم جدا وبيطلب اغلى حاجة وبيقول انه بيحب يحتفل ويعيش بحرية وبنشوف يانج هاو وهو قاعد مع بابا ومامته وبيتعشى معاهم وبيقول لبابا اللي مامته عملته وازاي راحت مكتب شينشو واحرجتها وبيتكلم معاهم علشان يسيبوا يعيش حياته بالشكل اللي اختاره في نفس الوقت بيتفاجئ وينيو انه مفيش معاه اي فلوس في حساباته وبعد ما كان بيازم صاحبته بقلب بقى يطلب منها هي اللي تدفع وبيوعدها انه هيرجع لها الفلوس تاني وبيطلع بعد كده على بيت بابا علشان ياخد منه فلوس لكن مش بيلاقيه موجود فبيروح على كافي صاحبه علشان ياخد منه فلوس او يبات عنده لكن بيتفاجئ انه صاحبه بيرفض وبيقوله يمشي لانه مش عايز مشاكل ومش بيعرفه نيو يعمل ايه ولا يروح فين في الوقت ده بيرجع يانجهو البيت وبتطلب منه شنشو انهم يتكلموا مع بعض شوية بعد اللي حصل من ممتو فبيقول لها انه خلاص اتكلم معيها وفهمها ما تدخلش في حياتهم تاني وبيقول لها انه دلوقتي علاقته تحسنت معيهم ويقدر يرجع بيته تاني لكن شنشو بتقوله انه يقدر يعيش معيها والموضوع ده مفيش مشاكل فيه وهنا بيسألها يانجهو عن السبب اللي خلاها تطلب منه ما يتكلمش على موضوع شركة يولان فبتقوله انه كان فيه مشكلة اللازم تتحلل اول وهنا بيفجئها يانجهو انه عارف موضوع الفلوس اللي كانوا عايزين يرجعوها وبيفتكر انه سمع زميلها في المكتب وهما بيتكلموا عنها وهو راجع وازاي قدرت ترجع فلوس تشانج تاني منهم وتاني يوم بيصحى يانجهو وهو عنده صدع وتعبان لكن شنشو بتقوله انه لازم يجهز علشان عندهم معيد عندي تشانج لان اليوم ده معاد الحفلة اللي عندها في البيت وبتقولي لانجهو ماينساش انهم هيقولوا انه مسافر علشان ابنهم اللي سايبينه عنده اخته ومش بيكون يانجهو عارف الموضوع ده فبتقوله انها ايلة ان عندهم طفل بيربوا برا علشان يكون فيه سبب لصفر تاني وبيسألها يانجهو ازاي اصرت انه مايقولش اي حاجة عن شركة يولان علشان ترجع فلوس مكتبها وفي مقابل باقي الدائنين محدش حذرهم علشان يرجعوا فلوسهم هما كمان لكن شنشو بتقوله انها لازم تدافع عن المكتب اللي بتشتغل فيه وبيجهزوا علشان يروحوا على بيت تشينج وفي العربية بتلبسوا شنشو دبلة الجواز وبيوصلوا لبيت تشينج علشان يحضروا الحفلة وبعد ما بيسلموا على تشينج وجين بيقول انه عنده صداع فبتقولوا تشينج انهم جايبين شاي ممتاز وبتطلب منه يطلع على الجنينة وبيقعد يانجهو الشين وهو مع جين وواحد صاحبه علشان يشربوا الشاي وهنا بتدخل لإضاء المكان وبتاخد الشاي من قدام شنشو بكل سقة وبتقعد معهم علشان تحاول توقع يانجهو في الكلام بأي طريقة ويكتشف حقيقة علاقتهم وبيتكلم جين مع شنشو وبيقول لها تعمل ايه لما يانجهو يسافر تاني واذا كانت بتفكر تسافر معاه فبتقولوا انها مش ممكن تسيب شغلها وبتفهموا انهم متفقين محدش يؤثر على شغل التاني ده غير ان يانجهو عنده استعداده انه يسيب الشغل ويستقر معاه هنا وهي اللي تشتغل وهنا بيسأل جين يانجهو ازاي عنده استعداد يسيب الشغل ويقعد في البيت فبيقوله يانجهو انهم متفاهمين وهو عارف ان شنشو بتقدر تكسب اكتر منه وبيقوم جين علشان يروحوا على الغداء فبتقول لها لإيضاي ما تفكرش ان تشينجي هتخليها شريكة في المكتب بالسهولة دي وبيروحوا يتغدوا وبيشكر جين كل اللي موجودين انهم كانوا السبب في نجاح المكتب بتاعهم لكن بيتفاجئوا ان جين مش بيختار شنشو علشان تكون شريكة في المكتب وبيقول انهم لسه بيفكروا في الشخص اللي ممكن ياخد مكان مهم زيدة وبتتكلم شنشو مع يانجهو وهي متضايقة من اللي حصل وبتروح وراها لإيضاي وبتقول لها انها كانت عارفة ان دا اللي هيحصل وان ترقيتها مش بالسهولة اللي بتفكر فيها وهنا بتروح شنشو تقعد مع جين وباقي المحاميين ويانجهو بيروح يعود مع تشينج وباقي الموظفين في المكتب وبيدفع عن شنشو لما بيلاقيهم بيحاولوا يتكلموا عنها وبنرجع لشنشو اللي بتتكلم مع المحاميين عن إمكانيات المرأة في العمل وان الواضع دلوقتي تغير خالص عن زمان وبتعترض على كلام واحد من اللي موجودين لما بيقولوا ان مراتوا واغنى ماجستير ومع ذلك قعدت في البيت بعد الجوازة علشان تهتم بأولادها وبتقولوا انها اكيد مش حاسة بالسعادة وهي قعدة في البيت وهنا بيوصل يانجهاو وبيدفع عن شنشو وبيوافق على كلامها وبيقولوا ان الشغل بالفعل مهم جدا للمرأة وانها ممكن تكون أنجح من الراجل في مجالات كتير وفي اللحظة دي بيتفاجئ يانجهاو بتليفون من ليداي بتقولوا على موضوع العروسة اللي كان هيقابلها وانه كذاب وهنا بيحس يانجهاو انه تكشف وبتتأكد ليداي من شكها وبيروح يتكلم معها علشان يعرف هي عايزة منه ايه وبتفضل ليداي تسأل عن حقيقة علاقته بشنشو وبتطلع تسجله عن الموبايل علشان يبقى معاها دليل لكن يانجهاو بيكون اسكى من كده ومش بيتكلم ولا بيقول اي حاجة تاخدها ضده وهنا بتوصل شنشو معها تشينج وبتسألهم بيعملوا ايه فبتوجههم ليداي بكل اللي تعرفوا قدام تشينج وبتقول على المعيد اللي مفروض كان هيقابلها فيه ويتعرف عليها وبتحاول شنشو انها تلحق الموقف وبتقول ان علاقتها بممتو مش كويسة وعشان كده اكيد هي اللي عملت ده علشان عايزة يسيبها وبيوفقها يانجهاو على كل اللي بتقولوا وهنا بتخدهم تشينج على قودة المكتب علشان يتكلموا مع بعض من غير ما حد يشوفها وبتقول ييداي كل الاتهامات اللي عندها ضد شيشون لكن يانجهاو بيقولوا انه ما يعرفش اي حاجة عن المقابلة دي وانه اكيد ممتو هي اللي دبرت المعاد من غير ما حد يعرف وانه كان راجع علشان يشوف شنشون ويعمل لها مفاجأة لكن ييداي بتقولوا انه كداب لان اليوم ده بلغت السكرتيلة اللي بتدخل الناس انه في حد جاي قابلها وانه في اليوم ده ما كانش معاه دعوة ودخل بعد ما قال انه جاي قابلها لكن يانجهاو بيصر على الانقار وبيروح قالب الموضوع لصالحه وبيقول انه راجع فجأة من الصفر من غير ما يقول لشنشو لانه ساب الشغل بتاعه وما كانش قادر يواجهها وطبعا بتتأثر تشينج وبيقدروا انهم يتخلصوا من المشكلة اللي ليضاي عايزة توقعهم فيها في نفس الوقت بتكون لان مع بنت اختها جاو في العربية رايحين المطار وبنعرف ان لان مسافرة وباعت حاجات كتير من ممتلكتها وبتقول لجاو انها سايبة الشركة تحت قدارتها وعملت لها كل الاوراق اللازمة اللي تخليها تقدر تاخد اي قرار هي عايزة وللأسف مش بتكون جاو عارفة حقيقة وضع لان المادية وبنشوف ياو وهو ماشي وراهم بالعربية ومعين مساعد بتاعه وبيقوله انهم لازم يوقفوها قبل ما توصل المطار لانها ازا سفرت مش هيقدروا يمسكوها تاني فبيروح المساعد بتاعه طالع بالعربية بسرعة قدام عربية لان وبيقف فجأة وبيخبطوا فيهم وهنا بتنزل جاو بتقوله انه هو لغلطان وبتحاول تتصل بعربية تانية علشان لان تلحق الطيارة لكن هو مش بيستبلها فرصة خالص وبيروح ساحب منها الموبايل وبتنزل لان علشان تلاقيه قدامها وبيقول لها ان شركتها معرضة للإفلاس وهي كانت بتهرب وبيقدر ياو انه يقبض على لان علشان يخليها تواجه المشاكل المادية اللي في الشركة وأخيرا بترجع شنشو البيت وبتتغدى مع يانجهاو وهي سعيدة جدا باللي بيحصل وبتقوله انها قدرت تثبت قدرتها وتتفوق على الهيضاي المنافسة قوية اللي قدامها لكن يانجهاو بيقول لها ان المشكلة مش في الهيضاي لكن المشكلة انها ما قدرتش توصل لهدفها في الشراكة في المكتب فبتقوله شنشو ان جين وتشانج على الرغم من انهم اكبر مكتب محاما في المدينة الا انهم عندهم عنصرية ضد المرأة وبيفضلوا دايما الراجل عنهم وانه مش من السهل انهم تخليهم يتخلوا عن مبدأهم بالسرعة دي في نفس الوقت بتقول لي داي قاعدة مع المساعدين بتاعها وبتكون فرحانة جدا علشان شنشو ما وصلتش الهدفها وبتقول انها متأكدة ان جين وتشانج مش ممكن يسمحوا لشنشو انها تكون شركة ابدا معهم وبنرجع لشنشون اللي بتقول ليانجهاو انها تكلمت مع تشانج في موضوع الطفل لان اذا فضل يانجهاو في المدينة ولقى شغل فمن الطبيعي انهم يرجعوا ابنهم يعيش معهم لكن هي قالت لها انها قررت تسيبه عند اخت يانجهاو اللي عايشها برا علشان ده هيبقى افضل لي والغاية هنا بيخلص ملخص مسلسلنا النهاردة اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلوكم كل الفيديوهات الجديدة سلام